المنصق المقيم للأمم المتحدة في الصين قضى عيد الربيع في الصين لثلاثة عوام متتالية وهذا العام قال إن عام الأرنب يرمز إلى الحيوية والأمل وقال إنه يتطلع إلى أن تجلب السنة الجديدة الأمل والتعاون العالمي للصين أنا متفائل جداً بعام 2023 في أوائل فبراير المقبل سيقوم مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السيد كسابا كوروشي بأول زيارة رسمية إلى الصين منذ تولي منصبه يتزامن عام 2023 أيضاً مع فترة منتصف المدة لإطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة للصين 2021-2025 وتوفر مبادرة التنمية العالمية فرصة جيدة أخرى للتعاون بيننا من أجل ضمان دمج المبادرة في القواعد والمعايير العالمية هذا هو ما تعهد به الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الصيني وإنه يوفر زخماً حقيقياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة نيابة عن أسرة وكالات الأمم المتحدة ودوى نتمنى لجميع الصينيين والأشخاص الذين يحبونهم عيد ربيع سعيد وسنة أرنب سعيدة ترجمة نانسي قنقر